موسيقى وحديثنا بأصل الحكاية عن تبسيط إجراءات التقادي في المنازعات الصغيرة رح نحكي كيف رح تصير هذه الحكاية وكيف ممكن نقلل ونقصر المدة القضائية وخاصة لما يكون الأمر يخص القضايا اللي مثلا لا تتجاوز الألف أو الثلاث تلاف دينار والحديث أكثر في هذا الموضوع معنا الدكتور مازن أرشدات نقيب المحميين أهلا وسهلا صباح الخير دكتور الله يسعد صباحك بس أنا مش دكتور أستاذ أهلا وسهلا نورتنا سيدي متعرف علينا في مجتمعنا أي قضية نحكيها تروح للمحاكم يعني بتروح متعرف على موضوع المحاكم أنه سنة وسنتين وثلاثة وفي محاميين يعني بارعين في هذا الموضوع شغلتهم أصلا أنهم يطولوا القضايا ويكسبوا وقت أكثر فلما نحكي قضايا بسيطة حضرتك حكيت لنا يعني قبل المقابلة أنه القضايا اللي إلها علاقة بالنقود ولكن بتكون مبالغ قليلة فشو هي المبالغ هاي وشو هي هاي المبادرة وكيف ممكن أن نحن فعلا نبسط الإجراءات القضائية الله يسعد صباحك وعلى كل حال هو هذا الموضوع يعني قديم جديد كان المفروض أنه يكون تبسيط وتقسير إجراءات التقاضي مش بس على القضايا أو المنازعات البسيطة أو الصغيرة كان المفروض يكون على كل القضايا بدليل أنه إحنا جبنا من أمريكا موضوع الوساطة وموضوع إدارة الدعوة اللي هي عندما تسجل الدعوة وقبل بدء إجراءات المحاكمة نعم لكن يمكن إحنا شوي مطبقين سيئين إحنا العرب يعني فيعني ما نجحت هذه الفكرة على أرض الواقع كما هي موجودة في الخارج نعم لكن الآن يعني موضوع المنازعات البسيطة أو الصغيرة هذا أمر مهم يعني لما إنسان بيكون له مبلغ ألف دينار ألفين تلاتة ألف دينار ما في داعي القضية تقعد سنتين وثلاثة سنتين وثلاثة لأنه بحسبة بسيطة عملوا دراسة يعني وزارة العدل مع المجلس القضائي لقوا عدد القضايا ضخم يعني مجموحهم بيطلع يعني بالمملكة حوالي خمسة وثمانين ستة وثمانين ألف قضية وهذا رقم مش سهل طبعا هو عبئ أول إشي على الكادر القضائي والإداري لوزارة العدل وعبئ على المحامين أيضا يعني أنا أروح كمحامي مثلا أروح أحضر أربعين جلسة مشان قضية تلاتة تلف دينار لما بتقول أربعين جلسة يعني احسب في الوقت والمجهود لا يعني احسب بين الجلسة والجلسة معدل أسبوعين فأنت بتحكي عن فترة يعني بتوصل لسنتين تقريبا أو أكثر وهذا رقم يعني مش معقول لذلك يعني نعمل الدراسات أنه القضايا اللي أقل من ألف دينار ممكن ممكن أنه تكون إما بجلسة أو ثلاث جلسات أو أسبوع طب شو اللي بيحكم أستاذ هذا بده بده إجراءات أول إشي إجراءات إدارية بمعنى أنه بده يكون فيه كادر إداري في المحاكم الكادر الإداري طبعا تابع لوزارة العدل يكون مهيئ لاستقبال هذه القضايا والربط ما بين القاضي والمحامي الآن في قضايا مش فيها محامي اللي أقل من ألف دينار ما فيها محامي آه ما بنحط لها محامي لا يشترط وجود محامي اللي فوق الألف يشترط يكون فيه محامي فهاي قد تكون أحد المعيقات أنه فيه مواطنين ما عندهم مش قدر يوكل محامي وما فيش داعي يوكل محامي قيمتها أقل من ألف دينار فالمواطن ما بيرشوا الإجراءات فمشان التقصير هلأ ممكن يكون فيه قضاء مدربين عندهم الخبرة وقاضي الصلوح أصلا اسبه قاضي صلوح الأصل أنه هو أن يعرض الصلوح بين الأطراف فعمليا لازم يعني يجمع الطرفين ويحاول يوفق بيناتهم أنت بتطالب بألف يعني ممكن نخليها مثلا سبعمية وتأخذهم فورا أحسن ما تأخذهم بعد سنتين ألف بيكونوا قيمتهم حتى الشرائية قلت وإحنا منطبق قاعدة صلح خاسر خيرهم من دعوة رابحة يعني هاي إحنا حتى المحامين منطبقها أنه دايما والتجار حتى بستعملها أنه أنا إلي مئة ألف أخذهم الآن خمسين ألف بأخذهم خمسين ألف لكن أنا كتاجر بقلبوا معي خلال سنة بصيروا مئة وخمسين ألف فعمليا تصير بجلسة أو ثلاث جلسات أو أسبوع المفروض تكون قضية منتهية بإجراءات بسيطة مش شرط المواطن هو اللي يطبقها وبدلله الكادر الإداري هلأ القضايا اللي بين الألف والثلاث تلاف هاي بد يكون في ترتيب بين نقابة المحامين وبين المجلس القضائي ووزارة العدل على أساس ما تتجاوز بحد هالأعلى ثلاث شهر بإجراءات بسيطة بس هاي بدها كادر إداري وبدها كادر قضايا وإحنا بتعرف إنه إحنا عنا فيه نقص بالكادر الإداري بالبحاكم بشكل مش طبيعي نعم وبتعرف بسبب الظروف المالية للدولة يعني غير قادر الآن الدولة إنها تعين كادر إداري بسبب الظروف المالية للمواطن فيه 85 ألف قضية تمام تمام في المحكم فإحنا يعني بدنا بدنا بما هو موجود وممكن طبعا بما هو موجود إذا فيه كادر إداري مدرب مضبوط وهذا بده دورات يصير ما بين النقابة والوزارة والمجلس القضائي يصير فيه دورات حتى نعمل الأرضية للكادر الإداري حتى يستطيع إنه فعلا القضية يجهزها للفصل خرال جلسة أو جلستين أو ترى الجلسات أو أسبوع للقضايا اللي أقل من ألف دينار أبدا ترفتو شهر فهي برضو بدها نوع من الترتيب مع الجهات التلافي إحنا مشكلتنا أنه لما منطرح فكرة مثل الحكومة الإلكترونية نعم يعني الحكومة الإلكترونية مطلوب أنه تتنفذ أيضا على القضاء الآن مطلوب أنه يصير فيه تسجيل قضايا ألكترونيا يعني المحامي هو مكتبه بسجل القضية لكن عمليا لا الكادر الإداري في وزارة العدل مهيئ بالكامل يعني جزء بسيط للمهيئين ولا المحامين مهيئين وأنا يعني أنا محامي وإلي 40 سنة بس أنا غير مهيئ الآن أسجل ألكترونيا لسه مش مهيئ عفا غادة بس الموضوع عن هذا الموضوع نحن سمعنا قبل فترة أنه وزارة العدل أطلقت مجموعة من الخدمات الإلكترونية موجودة شفنا أنه أطلقوها فيها موجودة الخدمات من 1-1-2018 لكن تطبيقها على أرض الواقع لسه إحنا مش مهيئين ليش؟ لأنه هاي بدها بدها تدريب يعني عمليا الآن تيجي بدك تسجل قضية إلكترونية بتسجلها أوكي لكن مطلوب منك أنك تروع على المحكمة بعدين وتقدم كل الوثائق طب ليش أسجلها إلكترونية؟ ليش ما أنا أعمل صب مش إلا الوثائق كلها وأن أتضخيها يعني المحاكم دايما بتفترض أنه لازم يكون الورقة الأصلية موجودة لازم تكون موجودة لا بنفعل سكانه لسه ما وصلناش لموضوع السكان فأنا مبدئيا بقدمها سكانينج لازم أقدمها سكانينج لكن المفروض أنه أروح أسلمها للمحكمة إنت رح نوصل أنه صير كله إلكتروني هاي بدها بدها وقت لأنه لسه لا الكادر الإداري مهيئ ولا المحامين مهيئين لحطي يتعاملوا مع هذه المحكمة بدها بدها فترة فترة مش مش قليلة يعني حتى أنه يصير الكل يعرف كيفية التعامل حتى بموضوع تنفيذ القضايا يعني ما أطلقته وزارة العدل طبعا يعني إحنا مبسوطين أنه في عنا الآن تطور في كده لكن ما في إشي بنزل بالمظلة لازم يكون الكل مدرب وبعرف في خلل بالإجراءات تحتاج إلى معالجة مشكورة وزارة العدل لا شك أنه يعني عم بتحاول وبرضو مجلس القضائي عم بيحاول إحنا الآن يعني أصبحنا برضو إحنا كمان يعني إذا بنحكي على التطور الألكتروني في موضوع القضاء لا كتير تطورنا يعني الآن صار كله كوميوترايز يعني أنا الآن بكتبي أشوف قضيتي وين صارت نعم بأي مرحلة موجودة بأي مرحلة بالمستقبل القريب بصير أنا أصحب أصور قضيتي وأنا بمكتبي بسحب كل المحاضر بشوفها بتكون هاي طبعا هاي موجودة لكن بشكل جزء لكن أنا بتصور بالبدايات ما زالت يعني كل شيء بعدام بصير أستاذ مازن إحنا بنحكي عن وزارة العدل بالتعاون كمان مع نقابة المحامين والمجلس القضائي اللي أطلقتوا هذه المبادرة هلأ بدنا نحكي أكتر على آلية التنفيذ بما أنه فيها العقبات كلها هلأ كيف ترى آلية التنفيذ هذه المبادرة؟ هلأ آلية التنفيذ بدها ما أحكينا بدها يكون في ترابط ما بين الجهات الثلاثة من حيث التدريب من الجهتين هلأ الهدف أنه إحنا بفترة مش بعيدة نطبقها بفترة مش بعيدة هلأ هذا بدنا نحكي فيه إمتى لازم نبلش وكيف نبلش بالكواد الموجودة عندنا إحنا الآن في ساعات القاضي وليد كناكرية هو من الجهاز القضائي مفروز لهذه المهمة مع مجموعة من المحامين ومن وزارة العدل الآن هم وضعوا الخطوط العامة واللي هي المبادرة أطلقت قبل الأسبوع الماضي بدنا الآن نطبقها بشكل فعلي فبدهم يحطوا خطوات عملية الخطوات العملية هذا بده يكون بترتيب بترتيب مسبق بخطوات مدروسة بحيث أنه لما ييجي المواطن لأنه اللي أقل من ألف مواطن مقدر يسجل قضية نعم لما بيجي بسجلها بده يكون فيه من يستقبله ويفهمه أنه أنت عندك واحد اثنين ثلاثة أربعة المفروض بيكون بجلسة واحدة بدأت تخلص أو جلستين لكن بده يسبقها فترة زمنية اللي هي بجوز تكون شهر نعم يعني لأنه بده يتبلغ الطرف الثاني عندنا مشكلة بإجراءات التبليغ الآن بدأنا بتطبيق التبليغات الألكترونية الآن للمحامين وهذا شيء كوي جيد يعني صار بالإيميل صار بالواتس أب ببلغوا المحامي هلأ كيف تبلغ المواطن لأنه بتعرف المواطنين مشكلهم عنوينهم واضحة أو تليفوناتهم واضحة فبدي يكون فيه فترة هذا بالترابط مع دائرة الأحوال المدنية بعناوين المواطنين لأنه أنا بجوز آجي أنا بدي أقين دعوة نعم بعرفش عنوانك نعم أو حطيت عنوان طلع العنوان مش بزبوط أنت مغير عنوانك الأصل أنه الإنسان لما بيغير عنوانه يتبته في دائرة الأحوال المدنية هذا الربط الألكتروني بدي يكون معروف كيف تبلغ المواطن كيف تبلغ المواطن هلأ تبليغ هذا هذا مهم هو أخطر مرحلة من مراحل أي قضية نعم لأنه ياما البلاغات بتروح أو بتوصل بعد شهرين وتشهر لهم العنوين سؤالي قصر العدل يعني صعب في العاصمة عمان يعني المعاملات جواة وفير صعبة أصلا يعني فهل هذا التطبيق رح يصير فقط على العاصمة عمان ولا رح يصير على المحافظات شك من السؤال والسؤال الثاني المبالغ هاي بتشمل كل القضايا شكاتكم بيالات مديونية ديون وكل هاي الأشياء هلأ كبداية بده يكون في قصر العدل كبداية يعني ما بتقدر تطبق رأسا بكل الجهات وبعدين بتنشرها يعني مثل موضوع التسجيل الألكتروني أول ما تطبق في قصر العدل والآن بدأ ينتشر في المحافظات بتعرف عمان اللي حالها فيها خمس محاكم يعني فيها أربع محاكم وغير قصر العدل نعم غير محاكم الصلوح اللي هي بالألوية وكذا بمحافظة العاصمة فإحنا الآن يعني التطبيق رح يبدأ في منطقة المفروضها قصر العدل إنه هو بيت الخبرة الآن أو اللي موجودين فيه يعني هم اللي أكثر دراية باعتبار الترابط وزارة العدل القريبة منه وكل شي بترابط فيه هذا الموضوع يعني يفترض أنه يمشي بداية في عمان بعدين ينطلق إلى باقي المحافظات أما بما يتعلق بالخطوة التالية إنه انتشارها في كافة المحاكم بيعتمد على هذه التجربة فمنها مننطلق إن شاء الله إنها بتنجح إذا نجحت رح تنطلق على كل الهاية أما أنه أنواع القضايا لا هو ما الآن ما بيختص إلا بالقضايا المدنية يعني موضوع الشك الشك بدون رصيد هاي قضية جزائية هذا جرم يعتبر أما المطالبات نحكي على المطالبات المادية المنازعات المادية البسيطة فقط يعني ممكن شك ممكن شك لكن مش جزاء حقوق يعني مطالبة عادية كومبيالة نعم ممكن دين عادي دين تجاري بسيط ممكن آه هاي الأنواع البسيطة ممكن أما أنه تشملها الآن لكل شي صعب وخاصة بالأمور الجزائية بالأمور الجزائية لأنه حق الدفاع مشروع أنا بجوز يسند لي تهمه أنا بجوز أجيب لي عشر شهود هو أنا مشكلة الشهود ترى أو حتى مرات يعني حتى يعني النيابة بيكون عندها عشر شهود لكن بيجوش بسنتين على المحكمة صح فعني عمليا بدنا نبدأ فيها بالمنازعات المدنية فقط نعم تمويل المشروع ما بده تمويل هذا ما بده تمويل هذا ولكن التدريب وتأهيل الكوادر وإيجاد الكوادر برضو هذا ما بده تمويل لأنه عملية التدريب ممكن تنعمل في قصر العدل ممكن في وزارة العدل ممكن في نقابة المحامين أنت عم تحكي مع نقيب المحامين ستغادة آآ آآ من عمشة آآ مش هناخذ منه مش مستحيل نحن نكسب منه ولا أي إجابة عارفك عارفك لا لا حقيقة ما بده تمويل يعني إذا عملية ضيافة يعني إذا هو قرر أنه ما بده تمويل مستحيل آآ لا قضي مدربين المدربين اللي رح يعطومهم من وقتهم برضو هذا لما بيجي قاضي بده يدرب أو محامي بده يدرب إحنا متعودين مع بعض أنه هذا لا يحتاج إلى تمويل هذا بيكون تكليف من المجلس القضائي أو من نقابة المحامين أو من وزارة العدل فهذا لا يحتاج يعني اللي بيجي يدرب مش رح يحتاج إلى أجرى مش هني يدرب هذا بيكون عمل من نسميه تطوعي هو تكليف صحيح لكن برضو عمل مهني تطوعي سواء من القاضي أو من المحامي أو من موظفين وزارة العدل فإحنا لا نحتاج إلى تمويل بتصور وإحنا كنقابة المحامين ترى ما منتلقى تمويل من حدا ومنرقم نخل تمويل من حدا تمام طيب بعد انتهاء من تنفيذ المشروع تحطونا بالوضع كيف رح تقول له الأحوال كيف تتوقع ورح يكون الوضع أنا بتصور أنا بتصور إذا نجحت الفكرة بالتطبيق العملي في قصر العدل يمكن نخلص من كل القضايا البسيطة وتنحل جميعها بفترة زمنية لا تتعدى ثلاثة أشهر في كل هذه القضايا من الثلاثة ألاف لالليرة نعم لأنه في عندنا قضايا غير مقدرة القيمة هي صحيبة بسيطة بس غير مقدرة القيمة فأنت بتجي بتقول هاي قديش هاي دينار ولا عشر تلاف ولا مليون نعم وهي بتاخد يعني وقت طويل للتقييم فهذا بده يعتمد بده يعتمد على خبرة القاضي خبرة القاضي لأنه المواطن ما بعرف أنه هاي غير مقدرة القيمة يعني واحد تنازع يعني جابوا مثل مثلاً أنه الآن واحد تنازع هو وجاره على مثلاً واحد عمل قرميد آه مثلاً صار صار يعني حتى تمام غط الشمس عليه مثلاً مثلاً آه بيجي بيقول هذا بنروح على الحاكم الإداري لا هذا مش اختصاص الحاكم الإداري هذا اختصاص قضائي على الحكام الإداريين بتدخل وهذا غلط ومخالف للقانون وإذا بدنا نطبق سيادة حكم القانون ترى ما إلو دخل هذا نزاع قضائي من اختصاص المحاكم هذا غير مقدر القيمة لكن هو اختصاص قاضي الصلح فممكن تلحل بجلسة أو جلستين أو ترى الجلسات أو أسبوع بالكتير ممكن بسهولة ففيه كتير أنواع قضايا لا يمكن تقييم يعني وضع قيمة مقدرة لقيمتها بأرض الواقع لكن هي بسيطة بكل فتها المادية ظاهرياً نعم نعم طب أستاذ الحد الأعلى للتقاضي بالنسبة لهذه المبالغ كيف يفترض أنه يكون هلأ الآن الحد الأعلى ترى التلف هلأ عندك من دينار لا ترى التلف تمام هذا اللي بد يكون لا بالنسبة للوقت عفواً بالنسبة إيش للوقت هل هناك في حد أعلى بالنسبة للوقت أنه هاي الخضايا أنا قلت لك أنه في البداية أنه إحنا عندنا فيه إشي اسمه إدارة الدعوة وعندها إشي اسمه الوساطة هذولا أصلاً يعني وضعوا بقوانين ترى يعني وضعوا بقانون أصول المحاكمات المدنية وفي قانون الوساطة أنه على أساس أنه القضية تنتهي في مدة زمنية أقصاها أقصاها تكون من ستة شهر لسنة بس هذا عندنا مش عم بزبط يعني على أرض الواقع مش عم بزبط لأنه مثلاً إدارة الدعوة تيجي تبلغ الدولة مين بيمثل الدولة؟ الآن بيمثلها وكيل عام إدارة قضايا الدولة لما بروح له التبليغ ما بتبلغ طبعاً قبليه المحامي العام المدني مشان ما نتهم الحاليين يعني لا من قبليه المحامي العام المدني قبليه النياب العامة لأنه هذا بده يخاطب الدائرة الرسمية دعوة مقامة على دائرة رسمية على وزارة أو على مؤسسة فمشان يحصل على البينات ما بتبلغ بضب التبليغ بس يتبلغ بس يجيب لأوراق يقول أنا تبلغت فبجوز يأخذ ستة شهر قبل أن تبدأ أي إجراءة نعم نعم وهذا اللي بده معالجه الآن ولذلك إحنا لما طالبنا طالبنا الحكومة وطالبنا حتى المجلس القضائي أنه أن يلغى أي شيء اسمه محامي عام مدني أو وكيل عام إدارة قضايا الدولة ليش؟ أن مؤسسات الدولة يفترض أن كل مؤسسة مسؤولة عن حالها يفترض هيك فتعين محامي وتصير التواصل بين المحامي وبين الوزارة أو المؤسسة دايريكت نعم أما بتعرف أنت المخاطبات الرسمية قداش تأخذ وقت نعم تأخذ وقت طويل نعم شكرا جزيلا أستاذ لوجودك معنا يعطيك ألف عافية الله يعافيك أهلا وسهلا